موسيقى موسيقى مشاهدة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم درجة المغرب في الخامس عشر من نوفمبر من كل عام الاحتفاء باليوم الوطني للإعلام الاحتفاء هذه السنة يأتي في ظرفية حبلة بالمستجدات والتطورات على مستوى القادية الأولى للمغرب فالملك محمد السادس في غطابه الأخير المتعلق بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء قدم حلا لقادية الصحراء من وجهة نظر المغرب التي تتمثل في الحكم الذاتي كخيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب من أجل تسوية هذا الملف قادية الصحراء تفاعلت على مدى سنة كاملة فمجلس الأمن خرج بقراره ستة وعشرين سفر اثنين ليحمل بدوره الجديد يتمثل في دعوة الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في جديد آخر يتمثل في تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء يتعلق الأمر هنا باستيفان ديمستورا هذا الببعوث الأممي خبير مجموعة من القضايا الدولية الحارقة يأتي من أجل أن يوضفي زخما جديدا على العملية السياسية في الصحراء علاقة المغرب بمحيطه الإقليمي والدولي عرفت مدا وجزرا في المدة الأخيرة خاصة مع جاريه الشرقي والشمالي علاقة اتسمت بنوع من الحدة والتوتر أحيانا وأيضا بنوع من الزخم الإعلامي الذي كان له حضورا قوي في ضحر تضليل وأيضا النشر الأخبار الزائفة التي صحبت هذا النزاع على مدى سنة كاملة مشاهد العزاء سنحاول في حلقة هذا المساء إثارة ملف الصحراء من عدة زوايا أهمها يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية التي صاحبت هذا الملف وأيضا الطرح المغربي الذي لا زال متشبثا به من أجل تسوية نهائة لهذا الملف كما سنخرص معكم سويا إلى فاق المستقبلية التي تتحدث عن تسوية سياسية عادلة وتوافقية من أجل إنهاء هذا المشكل الذي طول رتحا ليس قصرا من الزمن مشاهد العزاء في حلقة هذا المساء يسعدون أن نستضيف ببرنامج مع الناس ضيفية الكريمين ويتعلق الأمر بالأستاذ عبد الرحيم أريري مدير جديدة الوطن الآن ومدير أيضا موقع الفاس بريس أهلا وسلم بك مرحبا أخي محمود ونشكرك على تلبية دعوة البرنامج نشكرك على الدعوة أهلا وسلم بك وأيضا بلاح نفس الحرارة ونحب الدكتور عبد الحق السنيبي خبير في القضايا والشؤولة الاستراتيجية والأمنية أهلا وسلم بك مرحبا شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة أخي محمود عفو لو بدنا معك الأستاذ عبد الرحيم أريري الكثير من المهتمين والمتابعين في الصحراء تابعا الخطاب الملكي الأخير المتعلق بالذكرى السادس والأربعين للمسيرة الخاضرة والذي حمله وجهة نظر المغربي من أجل تسوية هذا المشكل من وجهة نظركم كإعلامي واشتغلوا على حق هذا النزاع منذ سنوات كيف رأيتم هذا الخطاب؟ الأول الخطاب يأتي في سياق تعزيز وترسيخ يعني الخط المغربي التابت ألوه أن المغرب في الصحراء دياله والصحراء في المغرب دياله ثم الخاصة للخطاب أن يتكتسي ميزتين الميزة الأولى أنه يأتي قبيلة يعني يستئن الموائد المستدرة ما بين المغرب وما بين باقي الأطراف بناء على قرار للمجلس الأمن وبالتالي فالميصاج مجهة للمنتظم الدولي وأنه أي نقاش لا يمكن أن يكون إلا حوله الأجراء للحكم الدازي خارجه ما كيش نقاش بغي ناقش مرحبا ما بغي ناقش أرض الله واسعة الميزة الثانية أو الميزة الثانية وهو الاتحاد الأوروبي الذي يعقوا إلى الحبلين بالتالي يعني الخطاب الملكي كان واضح لحسم هذا النفاق الأوروبي وهذا يأتي كما قلت يعني في إطار تكريس ذلك يعني الحزم المغربي بأنه لا تنازل ولا تساهل في تعامل مع الملف الوحدة والترابية للمغرب شكرا الدكتور عبد الحق صنيب من موقعك كخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الخطاب كان يحمله خارطة طريق الحل بالنسبة للمغاربة كيف رأيتم من موقعكم كباحث في مجال الشؤون الأمنية والاستراتيجية؟ شكرا مرة أخرى على السطفة الكريمة والتي تأتي في حقيقة في ضرفية جد جد مهمة في إطار أولا كما قلتم هناك الذكرى اليوم الوطني العالمي للإعلام كذلك أن نعيش أجواء تحرير المعبر للقرقارات التي يصادفها هذه الأيام الذكرى السنوية فبالعودة إلى موضوع الخطب الملكي السامي فأعتقد بأنه لا يمكن الحديث عن خارط طريق على اعتبار أن الدول التي تحدث دائما تتعامل بنفسها استراتيجية تكون لها خارطة طريق واستراتيجية بعيدة المدى تم تدل لخمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس تراشل سنة إنما الخطب الملكي الذي يشكله في شقي الدستورية يشكله وتعقاد الدستورية ولكن في شقيه استراتيجي يشكله يعطي التوجهات الكبرى التي تمشي عليها يعني الدبلوماسية المغربية ويبقى الدور لباقي الفاعلين أو باقي الهياكل للسلطة التنفيذية هو تنزيل الأجراءة دي الخيطة بالملك السامي فإذا رجعنا إلى مثل الخيطة بالملك السامي نراحض أنه تحدث على ثلاثة توابت أساسية ومتحول واحد التوابت الأساسية أولا هي لا نقاش كما قال الأستاذ أريري لا نقاش على مغربية التحراء المغربية تركيز على وحدة الشعوب المغربية الخمسة كذلك تكلم على موضوع مهم هو أن تغيير في طريقة النقاش والتعاطي مع باقي الشركاء الاقتصادين والسياسيين على أساس الاعتراب أولا ثم من بعد ذلك التفكير في إمكانية عقد مجموعة من الشركات بطبيعة الحال الاقتصادية أو التجارية كان قادية أخرى بطبيعة الحال السامي حمود هو أن الخيطة بالملكي سنرقز على الحمولة دي الخيطة بالملكي وطبيعة المستهدفين دياله حولت أن هناك مستهدفين أقوية هناك دول عظمى وهناك تجمعات اقتصادية وتجمعات سياسية التي وجه لها الخطاب الملكي يعني خطابا واضح للجاة على أساس أن مغرب تمانينة وغرب تسعينة ليسوا المغرب دي القرن الواحد وعشرين تتحدث عن قوة إقليمية لها امتدى عربي لها عمر إفريقي لها حلفاء تقليدي لها حلفاء كلاسيكي لها حلفاء متقيم وبالتالي أظهر بأن المغرب يجب أن يعامل وفق البيئة الاستراتيجية الحالية ووفق الوزن دياله الحالي وأعتقد بأن الأزمة التي ضربت العالم سنتين ديال الأزمة ديال الجائحة ديال الكورونا أعتقد بأنها نجحة بشأننا ندرنا واحد لعملية الفرز وعملية الاستفافة الطبيعي بين قوة قوية لها إمكانية قوية قادرة على تدبير مجموعة من الأزمات قادرة على الخروج مجموعة من الأزمات قادرة على تعطي مجموعة من الإجابات في وقت أن مجموعة من الدول بالمناسبة ليست دول ضعيفة وليست دول حديث الوجود ومعادل أنها وجدت صعوبات كبيرة في مسألة الضبط الاجتماعي والسياسي الداخلي في أفق الأزمة هذه والمغرب نجح بإشهادة المنطدم الدولي على الخروج قوياً بل وأقوى من صدر هذه نقطة مهمة جداً هي أن المغرب رغم تدعيات الاقتصادية والسياسية التي رافقت جائحة كورونا لأنه استطاع أن يحصد مكاسب سياسية دبلوماسية هذه السنة الأخيرة الكثير لم يكن يراهن عليها خاصة تأمين فتما بالقرقلات وإذن الاعتراف الأمريكي في سنة اعتبرت سنة صعبة على المستوى الاقتصادي لكن المغرب استطاع أن يراكم مكاسب سياسية واقتصادية بالغة الأهمية كيف ترون هذه النقطة بالذات طبعاً لأنه سأزيد عليها لأنه الخاصية للمغرب لم يواجه فقط جائحة مثل ومثل الدول الأخرى الدول الأخرى واجهت جائحة وهي في وضع مدني مريح بين قوسين في حين المغرب كان يواجه جائحتين جائحة كورونا وجائحة الحرب مع الجزائر يعني أنا من الناس الذين لا يؤمنون بوجود حالة سن مع الجزائر أنا دائماً أقول بأن المغرب دائماً في حالة حرب وحتى ما يقال حول وقف إطلاق النار في 2021 فهو وقف لإطلاق النار للحرب التقليدية وانطلقت حرب أخرى أكثر شراسة من 91 إلى الآن وبالتالي فالمغرب دائماً في حالة حرب وهذا ما يعطي واحد الميزة للمغرب كما قلت أنه استطاع أن يتجاوز المحنة الكورونا بأقل الخسائر في الوقت لدول أخرى أقوى من المغرب من ناحية المالية والاقتصادية ونتجه الداخل الخام أقوى من المغرب ومع ذلك عانت المرأة وما زالت تعاني ونحن نعرف الحرب التي خيضت بمختلف بقعة حول الحصول على اللقاع إلى آخره والحمد لله المغرب تمكن بفضل الحسن للإدارة للأزمة الكورونا من أن يكون في المراتب العشر الأولى على المستوى العالمي في تدبير هذه الأزمة هذا من جهة من جهة تانية هو أن الاعتراف الأمريكي أو المكاسب السياسي التي حققها المغرب لم تأتي هكذا من السمغ نزلاتها بالبعكس وهي طبخة التي تمت على نار هادئة للمغرب يحصدوا ما زرعه طيلة مجموعة السنوات للعمل الصامت والعمل فيها لسمغين يخدامين لأنه نسابع أنه ركي مجموعة للجنود مغربة ينتمون لمختلف المؤسسات مدنية وديبلوماسية وعسكرية وأمنية يشتغلون على هدف واحد وهو تأمين وتحصين المكتسابات للمغرب والحمد لله هذا المجهود الذي بدل المغرب في السنوات الخمس الأخيرة أتمرت هذه الإشراقات التي تمتلت في الاعتراف الأمريكي تمتلت في تزايد الدعم الدولي للمختارة للحكم الداتي ثم وهذا هو الأساسي وهو فتح القنصوليات التي تجاوزت الآن 24 قنصولية في المدن الجنوبية ولليقين أن الحدث الذي ليست لديها معلومات ولكن الحدث الذي يقول بأن القادم من الأيام سيعرف أيضا مزيدا من القنصوليات التي ستفتحه في الأقاليم الجنوبية ارتباطنا بهذه النقطة بالذات القادم من الأيام وربما تحدث تطورات أخرى المتفحص والمتمع للخطاب الملكي هناك أشياء مضمرة فيها وهي فرصة للحديث عنها خاصة المغرب بدأ في سرعة ثانية أنه الآن حقق مجموعة من المكاسب السياسي الدبلوماسي فتح مجموعة من القنصوليات وأيضا الاعتراف الأمريكي وأيضا هناك دعوة للدول التي شركه التقليدين الأوروبيين إلى إضغاح أمرهم من قادية الصحراء إذن هنا المغرب يتجه إلى سرعة أخرى كيف ترون هذه النقطة المضمرة أو الضمنية ضمنها هذا الخطاب الملكي خاصة الدعوة التي وجهت للحلفاء وشركات تقليدين المغرب خاصة الأوروبيين بشكل خاص ولا أعيد ما تفضلي به الأستاذ الفاضل سي أريري ولكن أزيد بعد الموطيات هو أن قلنا بأن البيئة استراتيجية سي محمود أنها تغيرت وقلنا بأن المغرب الآن هو ليس مغرب للأدية ثلاثة العقود والأربعة للعقود قلنا بأن المغرب نجح في تدبير مجموعة من المحلفات الصعبة نجح في تحصيل القرى الإفريقية كعمق طبيعي المغرب نجح في تدبير مجموعة من النزاعات والدخول كطرف متوقفي ونتحدثون النزاع الليبي حيث رغم جميع المبادرات التي يتم نقاشه حاليا وأخرها يعني المبادرة دي الباريس اللي حاضر فيها المغرب بالتقل دياله إلا أن جميع المبادرات تعود وترجع إلى ما اقترحه المغرب وخاصة مخرجات مؤثر مرسخيرات مؤثر مبزنقة الذي أعتقد بأنه يشكل الإطار العام لحل مجموعة الأزابات كذلك المغرب أثبت بأنه دولة فاعلة في عملية السلام في الشرق الأوسط وأنه أخذ خطوات كبيرة في تقريب وجهات النظر وبالتالي دولة أصبح متوقفية على المستوى الداخلي بالإضافة إلى جائحة كورونا نجح المغرب في تدبير العملية السياسية باقتدار كبير حيث أننا مررنا بتجربة سياسية جد جد صعبة على اعتبار أنه كانت سانات انتخابات بامتياز وكانت هناك أربعة أنماط اقتراع في يوم واحد كانت فعلا انتخابات شريعية جماعية وجهوية لكن على المستوى للتطبيق للنماط الاقتراع كانت هناك أربعة أنماط من الاقتراع والتي انخرطت فيها الجامعة ونجحت بشهادة الجامعة وبشكل ديمقراطي أثبت بأن المغرب في دل الجائحة وفي دل الإزمة قدر أنك لا تحس بأن هناك أزمة اقتصادية أو أزمة معاشية لا تحس بأن هناك أزمة سياسية لا تحس بأن هناك بلوكاج على مستوى السياسية وهذا ما جعل بأن الدول تنظر إلى المغرب بأنه دولة قوية فعلا وبأن لأن الامتحانات والمواقف والصعاب والأزمات التي تخرج وتعطيك معدن دين الدول في وقت اللي قال أستاذي وتفضلتم أنها دول قوية لا تزال التعيش من ارتداد الكورونا لا تزال الجيران يعني يغارقون في إزمة حقيقية من جراء كورونا ومن جراء السياسة النظام الجزائي بطبيعة حال وبالتالي أصبح المغرب ينظروا إليه على أسس أنه ليس فقط حالي في استراتيج وعلى أسس أنه نموذج يحتدى به في تدبير الأزمات وفي التعاطي مع مجموعة من المشاكل وهذا ما جعل مجموعة من الدول تفكر بجدية وتعيد النظر وتقس بميزان العقل وبميزان المصالح بين جارين جار غارق في المتاهات والمشاكل والصراعات وأزمة داخلية خطيرة وأصبح يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في المنطقة وما بين دولات تتحدى من منطقة السلم والأمان وقوية ولها استراتيجية وهذا ما جعل مجموعة من الدول حتى المنظمة الدولية وإذا ما رجعنا إلى تقرير للأمين العام من الأمم المتحدة ولا قرار للمجلس الأمن الدولي تتحدث كأنه كتبا بقلم مغربي محضر على اعتبار أن هناك يعني تماهي جدا مع الطرح المغربي وهذا ما يبشر كما قال الأستاذ أريري بأننا في القادم الأيام أن الأيام حبلة بالمفاجآت الصهرة فعلا هناك مجموعة من المعطيات التي يتم تسربها من حين إلى آخر لكن ننتظر التأكيد لكن ننتظر الأخبار الطيبة في القارب العاجل في أفوق إن شاء الله تحقيق الهدف السياسي الأسماع المغرب وهو الطي النهائي إلى هذا النزال المفتعل الذي عمر أكثر مما يجب الأستاذ عبد الرحيم أريري منذ قليل تحدثتم على أنه عندما توقفت الحرب في السادس من شتنبر 1991 وفق الاتفاق العسكري رقم واحد تم إسكارة البنادق لكن انطلقت حرب ثانية متعلقة بالحقوق الإنسان متعلقة بالثروات وإلى علم انتدعياتها المؤخرة حكمة محكمة العدل الأوروبية إذن المغرب هنا كان موقفه مغاير للسابق أن هذا الأمر أصبح لا يعنيه إذن دول الأوروبية التي معنية بهذه الاتفاق إذن لا أرادت أن تدافع عن حقوقها فلتدافع عن المغرب فهو في حل من الدفاع عن هذا الأمر إذن كيف ترون هذه الحرب من زاويتكم كأيضا باحث ومشتغل في الإعلام وأيضا هذا التطور في الموقف المغربي الذي كان يدافع ويراهن على أنه في ضحض طروحات الجزائر والبوليساريو إلى الآن أصبح الأمر لا يعنيه بتاتا هذا تغيير حق هذا جوهري في الموقف المغرب لا هو بالنسبة العروح التوضيح أنا على خلاف النخاب في المغرب أنا لا أقول المغرب والبوليساريو أنا أقول المغرب والجزائر أنا البوليساريو أعتبرها مجرد من الحقة صغيرة يعني تابعة للجزائر وبالتالي الحرب ما بين المغرب وبين الجزائر فهي الطرف الرئيسي بالنسبة إلي كتبتها وأعيد كتابتها وسأظل أعيد كتابتها إلى أن كما قال أستاذ صنيبي أن يطوى هذا الملف نهائيا الحرب دي الـ 91 يعني لم تأتي هكذا يعني حبا في سوادي عيون المغرب يعني المغرب أمن الميدان عبر يعني الإنجاز المهم الذي قامت بقوات المسلحة الملكية في الجدار الأمني لا ننسى بأن المغرب في البداية عانى من واحد تحالف رهيب ما بين ليبيا للقدافي ما بين كوبا أنداك ما بين الجزائر إلى آخرين ما بين دول معسكر الشرقي التي كانت تدخل ملايير من الدولارات في خزينة الجزائر وخزينة البوليساريو لتركيع المغرب والحمد لله لم يتوفق في ذلك بالعكس المغرب استغل هذه الوضعية لتحسين قدراته العسكرية وتمكن في ضرف قصير من أن يبسط سلطته بالفور يشيفور كما أقول بالدريجة وبفضل الجدار الأمني الذي أمن المنطقة الصحراوية ككل هذا من الجهة من الجهة تانية صادف انهيار جدار برلين أن المعسكر الشرقي تحلل وبالتالي الجزائر لم تجد كالسند التي كانت لديها من قبل فكانت ملزمة بأنها تتسول وقف إطلاق النار لما وقفت قبل القلس يعني وقفت لقنا 1991 هذا لا يعني أن الحرب انتهت بل انطلقت حرب أخرى أكثر شراسة وتمثلت في ماذا؟ تمثلت في أن الجزائر غيرت استراتيجيتها كيف تاريخ؟ خاصة بعد عشرية الإرهاب وبعد دخول المغرب في طي يعني سنوات الرصاص وتوقيع على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمعنى أن المغرب أدخل في الإستاندار الانترنسيون ديال المنظومة أو الآليات ديال الحقوق الإنسان عن المستوى الأمامي بإن أنك أنت كدولة أليف لما تقبل الدخول إلى نادي الأمام على مستوى اعتماد الآليات الشرقية فأنك تصبح شفاف يعني هذه الآليات هذا نقطة جارة مجموعة من المقررين تمام على ضوء هذه الآليات وعلى ضوء البروتوكولات الاتفاقية التي وقعتها لكن الجزائر وهذا ما بنقو سين دائما أسميها كوريا الشرقية لأن الدولة الوحيدة في العالم التي رفضت يعني الامتتال أو الدخول إلى هذه الاتفاقية هي الجزائر وكوريا الشمالية فبما أن المغرب دخل لهذه الآليات إذن أصبحت يعني كما قلت قبل يعني الأبواب مساحة لكل فرض أي كان مغريبي أو خارج المغرب أن يسائل تلك الآليات الأممية على الوضع الحقوقي في المغرب لكن الجزائر إرميتيك الباب مسدود ما يمكنش فاستغلت هي هذا الوضع بين قو سين يعني الانخيرات المغربي في النادي الأمامي الحقوقي على أسس أن تستعمل الورقة الحقوقية كورقة في الحرب ضد المغرب ولكن الأسف الشديد يعني لم تفلح تفلح في ذلك بالعكس زاد المغرب في تكريس وضع ديانه وخسرت خسرت الجزائر الآن واحدة وضعية أخرى نعيشها وهو سأقلص واحدة مصطلح تستعمل الأستاذ سنيبي ألا هو دي البيئة البيئة أن المغرب لما تجد يعني محاط واحد البيئتين يعني يشكلان مخاطر له كنا واحد يعني المحاط أطلسي بما يمثله من مخاطر بيئية خطيرة على مستوى تأكل الساحل على مستوى التنامي على مستوى تلوث الشواطئ البواخر التي تمر بحكم أن الكلوار دي المحاط أطلسي يعني تمر منه بواخر يعني رهيبة جدا ثم على المستوى الشرقي كما قال العروي يعني بحر الجزائر كنا هناك بيئة جيوستراتيجية لهي الجزائر وبالتالي المغرب دل دائما يتعامل مع وجود واحد البيئتين اللي تمثلان خطرا على الأمل القومي دياله ألوه المحاط أطلسي كمخاطر بيئية طبيعية وفي الجزائر أو الشرق هناك مخاطر بيئية جيوستراتيجية وهذا الواقع هو الذي يتحكم في كل القرارات التي تؤطر يعني السياسة العمومية المغربية مع المحيط دياله يعني الإقليمي دكتور عبد الحقصديبي ورد الحديث الأستاذ أريلي أن الحرب بين المغرب والجزائر وهي حرب استنزافة على المستوى الدبلوماسي والمستوى الاقتصاد والمستوى أيضا استفافة مجموعة من الدول في هذا الفريق والفريق الأخرى كيف ترون هذه الحرب مع العلم أنها حرب حقيقة مكلفة على المستوى المادي وأيضا كيف سيمكنها أن تؤثر على مستقبل هذه علاقة بين البلدين الجارين أولا حينما نتحدث عن استفافات نتحدث عن مرحلة السبعينات والثمانينات وشوية تسعينات حاليا لم تبقى هناك استفافات ودليل على ذلك هو تصويت على على القرار المجلس الأم الدولي في 13 صفر ولا بتكون أي دولة حتى أنها تساني الأطروحة الجزائرية أو تصود القرار بما فيها الحليف التقليدي للجزائر ولو هي روسيا بما في ذلك مجموعة من الدول التي كانت تعتبر فضاءا حيويا لترويج الأطروحة في صاليا نتحدث عن كينيا نتحدث عن ميكسي نتحدث حتى عن نرويج التي تتربطها علاقات اقتصادية مهمة مع الجزائر وبالتالي لم تستطع الجزائر إقناع ولا صوت لا عضو دائم ولا عضو غير دائم في مجلس الأم الدولي وهذا ما يدل على أن الجزائر أننا نتحدث استفافات إلى موضوع العزلة التامة للجزائر على المستوى الدولي أنا بغيت نقطة مهمة اللي بغيت نقول نقطة مهمة وخطيرة باستفافات خاصة لا قبل استفافات نقطة عندها علاقة بالخطاب الملك السامي حينما تحدثم أنتم سيد محمود قلتم بأن الجلال الملك كان يتحدثوا بثقة ويتحدثوا مع مجموعة من الدول مع مجموعة من المنظمات بمنطق الفرد مجموعة من الشرط وليس منطق الإقناع والدفع هذا هذا مرده إلى شيء مهم هو أننا يجب أن نقرأ مثل القرار دي المجلس الأمن والتقرير دي المجلس الأمن لعمل الأمم المتحدة وخاصة القرار دي المجلس الأمن دولي حينما لم يتحدث على التدخل الأمني وليس العسكري للمغرب لتحرير معبر القرغالات وبالتالي لم يتحدث عنه بتاتا وهذا يدل على أن هناك اعتراف بمشروعية التدخل المغربي في معبر القرغالات وهذا ما يدل على أن هناك اعتراف بتواجد القوات المغربية على مستوى عمبر القرية وبالتالي هذا اعتراف بأن المغرب يمارس سيادته على عرضه هذه الأسف الشديد لم يشير لها مجموعة من الباحثين ومجموعة من المحللين لأن حينما تتدخل بقواتك العملية لتحرير معبر وتفرض العمر الواقع وتعيد الأمور إلى نصابها ولا يتحدث رغم الصيحات والصراخات هذه الجزائر وأنا أتفق مع أستاذ الفاضي العريري ليس هناك مشكلة مع البوليزار ولا يوجد هناك شيء اسمه البوليزار هناك مشكلة مع الجزائر كانت تفرج غيب صدفة لواحد العسكري السابق الجزائري اللي هو النقب أحمد شوشان تقدر تكون شفتيه وكان يتحدث على القضية للهروب دي له افتجاه موريطانيا ووصولا إلى غانا قال حينما دخلنا بين قوسين ويسميها منطقة الصحراء الغربية وانا منطقة دياله أين تتواجد البوليزاريو في علاقة الجزائر فين كي المخيمات فقال بأنه استطعنا التفاهم معهم لأن هناك واحدة جزائرية كنا نتفاهم مع بسعولة وهناك مجموعة من الناس اللي كانوا من فوج ديالي هذا يدل حتى على مستوى المخيمات يوجد وحدات جزائرية هي التي تحرك يعني هذه العناصر انفصالية للبوليزاريو حتى على مستوى تسيير العمليات أو يعني التموين أو عن مستوى الرادارات أو مستوى الألية العسكرية الصعبة على المرتزقة البوليزاريو تدبيرها وبالتالي هنا نتحدث عن حرب ببشرة مع الجزائر إذن قلت هذه النقطة مهمة ديال المجلس الأمن الدولي يعتريف ويقر بمشروعية تواجد قوات المسلحة المغربية على مستوى الرقارس بالنسبة للصفافات الكثير يعلم أن روسيا هي المبول الأول للجزائر بالسلاح وهناك صفقات بالملايير الدولارات وعلاقة قوية رغم ذلك لسا جزائر لم تستطع استمالة روسيا من إجراء التسويت ضد القرار أو أنها تساهم في تغيير محتوى رغم أن فعلا الأمريكية التي صاحبت القلب أنا قلت بأنه ليس هناك استفافات الجزائر لم تعد يعني نتحدث عن استفافات عندما نتحدث عن الجزائر الجزائر أصبحت تشكل عبء حتى على المجتمع الدولي أصبحت تشكل عبء حتى لروسيا وأنت تعلم في أنه يوم هذه التسويت على القرارة للمجلس الأمن بدولي 26-0 جوش خارجت روسيا ببيان رسمي تندد فيه بإحدى الخارجات ديال إحدى الجزائرية وهي جريدة الشرق وتقول بأن ما جاء في هذا المقال الصحفي في عارم الصحفي أن المغرب وروسيا تربطهم مع علاقات استراتيجية ولا يمكن المساس بها والدليل هو أنه كان المتناع وبالتالي بقيت في وضعية محايدة على اعتبار السفاقات التجارية أو السفاقات العسكرية التي تربطوا روسيا مع الجزائر وخاصة بيعها للجزائر منظومة سمرتش ومنظومة البونت زير وهذه سفاقات عسكرية مهمة تدفع روسيا إلى تغادل نوعا ما على هذه الحمقات للنظام الروسي أنا أعتقد بأن الجزائر حاليا تحدثنا في حلقة سابقة في لقاء سابق أنها أتبت الجميع بأن الجزائر كانت ضرعة في قتل ربع مليون دي الشعب أتبتنا بأن الجزائر كانت هي أول من أنشأ أول الخلايا الإرهابية في منطقة السحر على يد جمال زيتوني الذي نصبه هناك مخصر بالمخصر أمير جمال الجية جمال الإسلامية المسلعة أتبتنا بأن الجزائر هي من كانت وراء جنيدة علي توشند في فرنسا الذي كان هو أمير جمال زيتوني من طرف العقيد الحبيب وبالتالي قام بجموعة من العملية الإرهابية في فرنسا أتبتنا بأن الجزائر هي التي كانت ضرعة مع تنظيمات الإرهابية في منجموعة من العملية الإرهابية أتبتنا بأن الجزائر تدخلت في مالي أتبتنا بأن الجزائر هي التي كانت وراء محاولة جلب مرتزقة الضاقنر إلى منطقة مالي ومحاولة تمويلهم أكثر من 70% أتبتها وخارج الاتحاد الأوروبي يوحل في الناطو بمجموعة متصريحة تقول وتنبه إلى خطورة زرع منظومات الـ S-300 والـ S-400 على حدود المنطقة قال الناطو وبالتالي ما يشكل من ذلك بخطورة على الأمن القوي للاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول التي نبهت إلى إمكانية نشر منظومات البطريوت ومنظومات طاد وبالتالي الجزائر أدخلت المنطقة في منطقة نقول منطقة خلقة وبالتالي أعتقد في المداخل المقبلة سنتحدث عن المجموعة هذه التعبيرات السياسية من الداخل الجزائري التي أصبحت تتبيت بأن هذا النظام أصبح فاقدا حتى للرزانة والمنطقة والتعامل وأطلق العين للمجموعة من الصريحات الخطيرة التي يجب الوقوف عليها وأنا قلت من عالمين بارين سابق بأن آن الآوان للمجتمع الدولي أن يتدخل لإدراج الجزائر تحت البونت السابع لمتاق الأمم المتحدين أنه فعلا أصبح يشكله تديدا جديا للأمن والسلم الدولية شكرا الأستاذ أريلي الوضع بين المغرب والجزائر هو وضعية مقلقة وإذن توطر بلغ مده منطقة تعتبر من المناطق حقيقة الساخنة في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة هي مرتع لظهور الحركات المسلحة والحركات الرحبة وإذن التجار في البشار وأيضا منطقة غير مستقرة كما يحدث في الشمال المالي وأيضا الأمور هنا ليست مستدبة بقى الوضع على هذا الحال من استنفار وهذا توطر ربما يجر المنطقة لقدر الله إلى منزلقات قد تؤثر على المنطقات الشمالي فريقيا أنا أريد أن نجاوبك بواحد الميطافور وهو أنه العلاقة المغربة مع الجزائر كيفاش كنشبهها أنا كنشبهها بحل شي زلزال وقع في شي منطقة معينة ذلك الزلزال الأول يحذيث واحد ضمار ويحذيث واحد الخزارة ويحذيث واحد المخاطر كبيرة ولكن من بعد لما تهدأ الأرض كان بقاول نعيش ذلك الهزات الارتدادية ذلك الزلزال فبالنسبة لي أنا مغرب الجزائر البؤرة الزلزالية الأولى وقعت في 75 لما احتضنت ومولت وخضو أخطر ما كان أنشأت دولة هناك لا تستي النزاع في العالم لا يوجد نزاع نجد فيه دولة أنشئت داخل دولة ما كانش قد نجد بأن دولة تساند حركة التحرر قد نجد دولة تأوي حكومة منفاق قد نجد دولة تمويل يعني ذلك التوار بين مززوجتين ضد الدولة الجارة ولكن لا نجد دولة اقتطع الجزء من ترابها ومنحته لخلقي دولة ليست لها أي مقاومات إلا إلى الجزائر إذن أنا بالنسبة إلي البؤرة الزلزالية الأولى وقعت ما بين المغرب والجزائر في 75 وما نعيشه طيلة تساربعين سنة هي ارتدادات ما هو يعني الذي يميز اليوم هو أنه في السنوات السابقة فذلك السيسمولوج يستعملون ذلك الميبيان ذلك السيسموغراف يستعملون فكتلقى في السنوات الماضية أو في العقود الماضية يستعملون الزلزال متباعدة وقليلة الآن في هذه ثلاث سنوات أو أربع سنوات الأخيرة يعني لقاح ذلك لانتون سيتي بدتك تطلع أما الزلزال رقيقية ما هو الذي يفسر هذا لانتون سيتي أنا أكبر نصر تحقق في هذه العشارية الأخيرة في المغرب فقط لقاتل بأن المغرب دار واحدة للإستزمارات ضخمة في الأقاليم الصحراوية فقط لقاتل المغرب بأنه يعني جفف المنابع دي الجزائر في الأمريك لاتين وفي الأفريك فقط لقاتل المغرب بأنه هو قوة جهوية تخاف أو تضاع القوة الأخرى يعني الحسبان لهذه القوة الصعيدة دي المغرب فهذا ما يفسر عنش هالتحلوشات وهذا تنامي دي السفزازات الجزائرية ضد المغرب حتى يعني تبين بأنه رأى الجزائر حاضرة وهذا ما يقود إلى يعني واحد القوس نفتحه لجوء يعني الطغمة العسكرية إلى استقدام دوك العناصر القديمة التي كانت في الهزلولة دي الزلزال وعلى رأسهم العمام روما معه على الاعتبار أن هؤلاء هم الذين بين قوسين يعرفون المغرب ويعرفون كيف يوجعون المغرب ولكن للأسف يعني ناس يعني يعيشون في كما قلت قبيرا في الاستفافات يعيشون في العصر دي البلوك وست مع البلوك وست ونسوا بأن العالم رفيه متغيرات ونسوا بأن المطيطة راتب الدلات ونسوا بأن يعني الأوراق الآن احترقت بالنسبة الجزائر وهذا ما يزكي يعني هذا توالي الخيبات دي 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 جزائر في مواجهتها مواجهتها المغرب رغم يعني الملايير التي تصرفها وتنفقها يعني على اللوبيات وعلى الجماعات الضغيطة وعلى وسائل الإعلام الأجنبية لتشويس وراء دي المغرب ولكن لم تتمكن من ذلك أختم فقط يعني بواحد الملاحظة وهي أن كان بعض مؤشرات للناس يعني لا ينتبهون إليها إلا المراقب وهذه مؤشرات متعددة ولكن سأقف عندها ثلاثة منها المؤشر الأول هو أنه المغرب لما نزل بكل اتقل دياله المالي لضخ يعني 85 مليار دي الدرهم في نموذج تنموذي الأقاليم الجنوبية في الأول لا يعني هذه أرض ديالي أنا كان استثمر فيها إذن هذا المساج الذي لم يفهم الشفرات للسياسة المساج الثاني هو أنه الملك لما خطب في مناسبة سابقة واعتبر بأن المعطية تراتب دلت وبأن أقدير أصبحت هي وسط المملكة وبالتالي أصبحنا ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية جيو استراتيجية سيغطي واحد المحيط يعني جيو استراتيجي رهيب جدا لقد يخرج من المغرب يعني رابح من درجة اللولة تفصيل هذا نخل ذات خاصة الميناء الدخل الأطلسي في هذا الحوار الأستاذ صنيبي منذ قليل تحدث عن تعبيرات حيث عن الحديث عن الدور الذي لعبه الإعلام خاصة في فترة هذه السنة خاصة على مستوى الأخبار الزائفة وتصدي للتضليل كيف كانت تحاطي الإعلام مع هذا الصراع ما بين المغرب والجزيرة في مرة الأخيرة أعتقد أنه تحدثنا في وقت سابق على أنه حينما نتحدث عن مستوى لتحقيق الهدف السياسي لأسماء الدولة قلنا بأن مستويات وقلنا بأن مستوى التاني هو مستوى الاستراتيجية الكبرى حيث تتضاق المجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في تحقيق الهدف السياسي الذي تستره على سلطة سياسية في البلاد ومبين هذه القطاع التستراتيجية بطبيعة الحال هو الإعلام الذي أعتقد بأنه لعباء دوران فعالا وانتقلت لحل الخطب وطبيعة الخطب أنه فيما سابق استدقائي هو المؤهل أكثر من الذي جاوب على السؤال هذا وفيما هذا كان يعتبر الإعلام بأن مجال دي السحراء المغربية ومجال محفوظ المؤسسس الملكية ولا المغربية من جميع جوانبها من جميع تقايدتها يعني أصبح الإعلام في دل هذه الهجرة الجماعية لجميع الشعوب نحو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أصبح الإعلام مجبر أنه يدخل وانخارط في العملية دي للرد على مجموعة من الشبهات والرد على مصموعة الترهات وإلى خمس سنوات مرد كان الإعلام يعني فضاء فارغا ومجالا يعني خسبا لترويج الأطروح الانفصالية ولترويج مجموعة من المغالطات الجزائرية الآن نرى بأن الإعلام يعني ويقف وقفة كما يقول حسن الثاني رحمة الله عليه وقفة رجل واحد بين إضام وانتظام يعني إعلام ضابط حينما تطلع على مقالات السئريرية ومجموعة المحللين الصحفيين لتجربتهم حينما نتحدث على مجموعة المحللين بأن الجسم الصحفي يعي تابعات القضية يعي أبعاد القضية الصحراء المغربية مع تحفوظي أنا شخصيا لمصطلع الصحراء لم تعود هناك الصحراء حينما تشوف العيون حينما تشوف الدخلة بهذا المستوى دي التقدم وبالتالي الدخلة العيون أبوضة بدبي الرياض ويمكن تحدث على الصحراء ربما في ما نتوصف الدقيقة نقول الأقل من جنوب المملكة المغربية وبالتالي نقول بأن الإعلام في حقها قام بدور مهم ولازم مفروض عليه أنه يقوم بدور مهم خاصة في التعبئة الوطنية وفي تعبئة الجماهير بضرورة انخراط في هذا الورش وتعريف المجتمع المغربي وتعريف الشعب المغربي بمجموعة من التوابيت تعريفه بمسألة تنوير ومسألة قديد الصحر المغربية الخلفية التاريخية الخلفية السياسية الأبعاد الجيوستراتيجي للنزاع وبالتالي كأنك تعمل على تسليح المجتمع المغربي الذي يقوم بسفريق مجموعة من المعارف والمدارك التي أخذها من الإعلام المغربي وأصبح ينشرها ويدافع هنا ويترافع القدية الوطنية على مجموعة من المواقع التي كانت فيما سبق حكرا على الأطروح انفصالية وهنا أن تتحدث وتحدث بين قوصنا القرية للإرهاب لا تنسى بأن التقرية للأمين العام المتحدة تحدث في الفقرة 50 من التقرية ويقول أن المنطقة مهددة أن تكون مصدرا لمجموعة من الهجمات الإرهابية وهذا يجعلنا نتحدث على أو نطرح استفهامات على خلية طنجر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها ووجدها مجموعة تحدثوا على مجموعة من الخارجات الخطيرة التي كان مصدرها مجموعة من الجزائرين وهنا نتحدث على ما صدر مثلا عن هذا المدعو ذاك المختار مديوني الذي قال الذي قال ولا وجهها يعني عناصر من البوليزاريو ولا من يصفون بالانفصاليين الداخل بضرورة القيام بعملية إرهابية في كل من المراكش والضربدة والتلويع بمراكش ليسا اعتباطا لأنه يعيد الإدهان ما وقعه في أطلس أسن سنة 1994 أنه تم استقباله من طرف من يفترض أنه أعلار سلطة في البلاد وقال له يعني بالحرف تهلا تهلا وبالتالي يعني ضرورة أنه رفع النقاش وتكتيف الهجمات ضد المغرب كذلك كان هناك صحفي آخر على إحدى القنوات الجزائرية الذي طالب بضرورة التدخل العسكري لمنع الشاحنات المغربية من الوصول إلى منطقة الأفريقية وبالتالي قطع الشراية الاقتصادية للمغرب العموق الأفريقي كان للأسف هناك يعني رئيس الحزب الحزب الوطني الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي الذي طالب المغربة بضرورة انقلاب عن الحكم المغرب وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجزائر تبنت الإرهاب كتوجه رسمي للدولة أنا لا أعرف جاءت نقطة الحديث عن موضوع للتعاون جنوب جنوب قضية المغرب العربية وقضية هناك أجواء للتحضر لاجتماع جميع الدول العربية في جزائر وهو نقطة مهمة سنعود لها لأودة سؤالية بتحدث إليها الأستاذ عبد الرحيم المغرب في 15 من نوفمبر باليوم الوطني للصحافة ومن خلال هذا المنبر نهني وكمون لمكافة الصحافينا المغرب بالنسبة لكم في موقع أنفاس بريس وأيضا جريدة الوطن الآن كان حضوركم قوي في المنطقة وإضا كان لديكم متابعة ما هي الأمور هذا الجانب ما هي الأمور التي حفزتكم عن الخيرات بشكل قوي على غير العادة فهذا الملف لأنه ملف ساخن وحارق وكان فترة من فترات وليكن متاح للجميع على مستوى أنكم استطعت أن تختارقوا هذا المجال الذي كان مجالا فيه نوع من التحفظات الكثيرة لا هو أصلا أنا أنسا من واحدة عائلة فكرية واحدة عائلة يعني إيديولوجية التي شربنا منها الروح دي الإلمام بالملف دي دي الصحرة وبالتالي أنا بنا قوسين محظوظ أنني تربيت في حضن هذه العائلة التي بارست بدايات الأولى الصحفية داخل مؤسستها التي فتحت أعيني على التوابط الكبرى التي يتشبت بها المغربي ألاوية الوحدة الطرابية للمملكة وبناء على هذه المسألة هذه يعني لما أسسنا يعني البضاوي ثم الوطن الآن ثم موقع يعني تحصل حاصيل هذا من جهة من جهة ثانية وقبلها استشهدت لك بواحد المثال دي الزلزال وأنه الزلزال لما يقع يعني اليابان منطقة زلزالية ولكن استطاعت اليابان أن تعب المجتمع دي لكله كبرشة الفرضي أو صغور على كيفية مواجهة الزلزال منك يجي الزلزال كعرف أنه تخبغ بعد على الصقف لسكون الأولين التي يعني أن يقوم بها كذا إلى آخر فالمنطق الذي يحكم نحن يحكم أننا في وضع هذه التعبئة لمواجهة واحد خطر زلزالي يتسمى الزلزال الجزائري وبالتالي دائما نحن في حالة استنفار وأدعو جميع الفاعلين في المجتمع المغربي سواء جامعات سواء أحزاب سواء نقابات أن تبقى هذه الحالة دائما استنفار طالما قلنا الملف لم يطوى نهائيا هذه العقيدة الرسمية التي تحكم العمل في الجريدة وتحكم العمل في مؤسسات إعلامية أخرى هذا من جهة من جهة تانية لما تجد في الضفة في كوريا الشرقية أو الجزائر لما تجد بأن الدولة بشكل رسمي منخلطة كما قلت قبلها في واحد حرب لتشويش على المغرب ولتركيعه وللاستنزافه واستعملت في جميع الأوراق كما قلنا قبلها الوراقة الحقوقية الوراقة الدبلوماسية الوراقة البنقوسي النهر تروات إلى آخره واستعملت فيه أيضا الاختراق الإعلامي عبر إنشاء واحد المئات بالألاف الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الاحتقان داخل المجتمع المغربي هذا من جهة ثم من جهة ثانية وهو إغراق واحد العدد دين وسائل الإعلام أجنبية بصحفيين بتوصية من أجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية ثم يعني تحويل جميع وسائل الإعلام الجزائرية إلى منصات لإطلاق يعني ذوك الصواريخ السامة نحو المغرب كانت هذه الوسائل الإعلام مرأية أو مسموعة أو إلكترونية وبرعاية من المخابرات العسكرية الجزائرية إذن هذه المخاطر التي نعينها ونشوفها يستحيل على المرأ لو كانت في واحد العلق ينبض بالوطنية دي البلاد يعني قد يقول كودي الله من هذا منكر كيف أسمح أنني واحد العدو كما قلت قبلها لأزلي يعني نخليه يستعمل من مثل هناك العسكري ديبلوماسي يعني يناضل بسحة ديبلوماسية لإفشال المناورات بمثل ما يناضل الحزبي أيضا إعلامي يعني يجب أن ينخليط أيضا في هذا المرأ ويجب أن ينخليط أيضا وهذا ما يحلوني إلى القول بأن الصحراء معمرها كانت قديد النظام الصحراء المغربي دائما كانت قديد الشعب المغربي وهذا هو اللي ما وعاتوش يعني الطوامة العسكرية في الجزائر وهذا هو السبب اللي خلق رغم الملايير اللي حطاتها أنها لم تفلح في أن تصيب يعني المغرب بالخسرات وهنا قد نجي لواحد النقطة لتكلم لها الأستاذ السعبد الرحمن على مستوى الإرهاب وعلى مستوى الدور دي الجزائر في يعني خلق واحد البؤار يعني جهادية وإرهابية في المنطقة دي السعيد مني كتشد يعني يعني على مستوى يعني الرسم كتاخذ واحد البيكار وكتشد ذاك السيلو ذا البيكار وكتحطه في قلب العيون وهي الوسط وكتدين واحد دائرة هذه الدائرة كتعطك واحد الحوض لما نغلو المجال الحيوي للمغرب فإذا جنوبا هذا البيكار دائرة دائرة دياله كتوصل للغرب إفريقيا والساحل وفي الشمال كتوصل حتى الاتحاد الأوروبي مني كنجي نشوف هنا الجنوب يعني القطر الجنوبي دياله الدائرة تلقى غرب إفريقيا نوعا ما المغرب وضعه مرتاح في الغرب الإفريقي لعدة اعتبارات ولكن هذا يعني أن المغرب يجيب عليه أن يركن إلى الاستسلام وليطمئنا المبالغ فيه بل على العكس يجيب دائما أن يكون يقضا ويعزز ويكرس الحضور في هذه المنطقة الغرب الإفريقي في الطرف الآخر نجيب دول الساحل دول الساحل منطقة لذولة يعني تما يعني بعد تحويل بؤر التوطر كلها تقريبا يعني من الشام من العراق من طراب ورف أفغانيسا إلى آخر تحولت كل بؤر التوطر إلى دول الساحل ونحن نعلم بأن الجزائر كما قال الأستاذ يعني عندها امتدادات داخل جميع الكتابات الحاصفة وجميع التقارير دي المراكيز بحث تنظيمات الإرهابية بل بالعكس هناك في التنظيمات دي البوليزاريو بنفسها حوالي تقريبا حسب التقديرات التي صدرت عن المسؤولين دي البسيج مياه دي العناصر دي البوليزاريو متورطين ومتابعين في قضايا دي الإرهاب بالنسبة للمغرب إذا المجال الحيوي دي الدول الساحل يشكل واحد الخطر يهدد الأمن القومي دينا وبالتالي يجب علينا نحن كمغرب المقاياق لأن الجزائر قد تسخر هذو كل التنظيمات الجهادية لتحويلهم وتزيرهم إلى المغرب على الشمال ماذا نجيد نجيد يعني الاتحاف الأوروبي قبل البريكسيت والاتحاف البريكسيت قبل البريكسيت كان وضع واحد لأنك عندك بلوك واحد لكن بعد البريكسيت ولو عندك دو بلوك قد أشبهه بإفريقيا الغربية وبدول الساحل إفريقيا الغربية هي بريطانيا لأن حليف جديد ربحنا بحين أن دول الساحل بين قوسين في الاتحاد الأوروبي المحوار للفرنسا الذي ينزعيج مما يجري في المغرب والأستبعيد وجود واحدة وطوءات للألمانيا وفرنسا مع الجزائر لمحاولة جر المغرب إلى الحرب ليست لدي قرائن ولكن الحدث يقول بأن هناك شبهة لتورط يعني ألمانيا وتورط للفرنسا في في إصدار فتوى بينهو الزوجتين على أن الجزائر تجر المغرب إلى الحرب حتى ينهك وحتى تعرقل هذه المسيرة ديالها فتبقى لنا بريطانيا بريطانيا الآن التي خرجت من البريكسيت ليس فقط لأن مسائل اقتصادية أو مسائل مالية رغم أهميتها ورغم الدور والحجم الاقتصادي الذي تلعبه بريطانيا على المستوى العالمي ولكن المواجهة المتقاش في الناحية الأطلسية المواجهة الآن أو يعني مركز التقل العالمي أصبح في المحيط لهذه في الباسيفيك وهذا ما يفسر علاج الآن هذا الحلف يرسم ما بين بريطانيا ما بين ولاية المتحدة أو ما بين أستراليا لمواجهة يعني المد المد الصيني إلى آخر الدوق هذه الأفير ديال الغواصات ديالأسترالية يجب أن تدخله في هذا المد إذن المغرب نوعا ما رابح مع بريطانيا كحليف جديد ولكن المؤشرات تؤدل على ذلك اللولا هو ذلك الكابل البحري ديالخط مليار للدولار ثم الخط أو الشريكة التي حيثت مؤخرا ديالنقل البحري ما بين المغرب وما بين بريطانيا مباشرة ثم كنا واحد النقطة هي أساسية أننا نحن وبريطانيا نشترك في واحد الوباء واحد هو الوباء الإسباني مع فارق أن إسبانيا تحتل سبتة ومليليا وفي الضفة الشمالية أن بريطانيا تواجه واحد المطلب ديال إسبانيا وبالتالي نحن كمغربة عدنا مصلاحة في تعزيز هذا الحلف وتقويته مع البريطانيين ولهذا أسقطوا هذا المصطلح على ألمانيا وعلى فرنسا لأن ألمانيا وفرنسا أصبحوا زائجون من هذا لا بغن نقولون نزياح ديال المغرب نحو الحلف ديال أمريكا بريطانيا إلى آخر الأمريكي دو الدسائس التي تحيكها هذه الدول الأوروبية ضد المغرب ولكن كما قلت المغرب الحمد لله دولة عريقة يعني كسب خبرة في مواجهة الدسائس وكسب خبرة في التأقلم مع كل الحملات التي تسهدف الأمل القومي إذا من الشمال نتوجه الجنوبا إلى الدكتور الصنايبي المغرب علاقته بدول أفريقية علاقة موغلة في القدم والتاريخ وبينه كثير من أواصل المشتركة لكن من سنة 2017 هذه العلاقات عرفت دفعا وزخما كبيرا جدا إلى درجة أن المغرب أصبح ثاني مستثمر في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وهذه العلاقات تعززت وإلا استطاع أيضا المغرب تاريخ محوار الجزار أبوجا بريتوريا من خلال اتفاق نقل غاز من نيجيريا في أوروبا إذن كيف تررنا هذه العلاقات جنوب جنوب وإيضا في الأفق في مارس القادم قمة الأعربية التي ستعقد يعني كيف يتم تحضير لها وهل هناك فعلا صراع في الخفاة ما بين المغرب والجزار فهذا الأمر في حقيقة قبل أن نجاوب على السؤال هذا لا يمكن أن أتجوز ما تفضل بأستد آريري من جواهر الكلام فيما يتعلقوا بمجموعة من نقاط الأساسية وخاصة حينما تحدث على قضية الصراب إنها قضية دولة يعني حينما تحدث عن دولة نتحدث عن شعب ونتحدث عن نظام سياسي بطبيعة الحال عن سلطة سياسية من الدماء بالإضافة إلى التوراب وهذا الكلام هذا حتى يقوله حتى لسنا نحن فقط حتى العقلاء في الجزائر حينما نتحدث على مقاله هذا الإرهابي هذا المختار مديوني ومقاله ذلك الإعلامي الجزائري إحسى القاضي ومقاله الطيب زيتوناد رئيس حزب التجموة الوطنية عاقلة التي تحدثت عن الموضوع أخص بالذكر هناك ذلك الصحفي جعفر الخضاري الذي قال كلاما قل بأن قضية الصحراء المغربية يجب أن نتبع أنها ليست قضية نظام كما يروجوا إلى ذلك النظام الحكم في الجزائر وإنما هي دولة هي قضية دولة قيادة وشعبا وهذا الحديث يجب أن لا نمر عليه مرور اليتيم من القوم النقطة الثانية هي هذا الانفتاح المغربي على بريطانيا هذا شوف إذا ما استقرأنا الوضع السياسي الحالي والبيئة الإقليمية والدولية حاليا وكأننا في القرن السادس عشر بالضبط حينما كانت هناك مجموعة من استهدافات من طرف القراصين الأتراك الذين كانوا يستعملون للجزائر وكانت هناك أطمع إسبانيا وكانت هناك أطمع فرنسية قام أحمد المنصور الدهبي بنفتاح على ملكة بريطانيا وبالتالي كان هناك تحقيق لأهداف جوستراتيجية مهمة جعلت المغرب أنه يحقيق مجموعة من المكاسب ولا أدل على ذلك هو عدم سقوط مثلا مدينة بحجم مدينة العرائش بفضل نسيق المغربي البريطاني وبالتالي الأطمع التي كانت أنا داكو الغريب حينما تعود إلى الكتابة دي القرن السادس عشر حينما كان هناك حسن فنزيانو يحكم الجزائر وغيرهم من الأتراك وهذا من رياس البحر هناك كان نفس الهدف الاستراتيجي حاليا هو المرور والوصول إلى المحيط الأطلسي وهو وضع اليد على هذا المحيط الأطلسي وبالتالي وضع قطع المغرب على عمقه الأفريقي وبالتالي خلق ما يسمى بفكه الكماشة الستراتيجية يعني البحر من ورائكم والجزائر أمامكم وليس لكم إلا الصبر وبالتالي المغرب كانت تلبها لهذا الموضوع هذا بالنسبة لأفريقيا نعود إلى الموضوع الأفريقي قلنا بأن كان هناك شراكات مع جميع الدول الأفريقية هناك أكثر من ألف اتفاقية تجارية وقتصادية وقعت مع مجموعة من الدول الأفريقية هناك يعني دخول حتى إلى الفضاء الحيوي للأفريقية الأنجلو ساكسونية وبالتالي نتحدث عن زامبيا نتحدث عن كينيا نتحدث أثيوبيا حتى المناطق المتاخمة لجنوب أفريقيا هناك يعني حديث على واحدة شراكات مهمة حتى أن لو لا حتى أن جنوب أفريقيا لا تخرج بإي مواقف عدائية تجاه المغريب في الفترة الأخيرة وهذا الدليل على أن تستقرأ الوضع وهناك تغيير كبير وفي المعادلة السياسية في هذه المنطقة كذلك تعدتنا المرة السابقة على كينيا كينيا التي يعني عانى من هالمغريب الأمرين وأنت تتذكر مؤتمر نيروبي واحد ونيروبي اثنين وكانت هي المؤتمرات التي خرج من هالمغريب من منظمة الانتحاد الأفريقي السابق وكانت هي حيث تم اعتراف بالجمهورية الوهمية وبالتالي حاليا أصبحنا نرى بأن شوف تغيير في المواقف السياسية الدول مرتبط أساسا بالتوجهة نحو تبني الممارسة الديمقراطية في تسير شؤون الحكم وحينما نتحدث عن كينيا قلنا نتحدث بأن صناعة القرار تأتي من الأسفل إلى أعلى وقلنا بأن الشعوب تساهم في صناعة القرار السياسي وقلنا بأن هناك مجموعة الضغط بأن هناك مراكز البحوث التي تساهم في توجه في القرار السياسي ولن ننسى أكيد نؤكد على الدور الدبلوماسية الملكية طبعا الحال والتوجهة استراتيجية المؤسسة الملكية وكذلك الأجراء والتنزيل الذي تقوم بها وزارة الخارجية في الشخص المقص المغربي الذي هو بس ناصر بوليطة وكذلك تمتيل الدبلوماسية وعلى سبيل المثال الحصر كينيا حيث كين الأكاديمي السيد بغتار غنبو الذي قام باقتحاب مجموعة من القلاع وتمت تغيير كل في التوجه دي الكينيا التي خرج نائب الرئيس الكيني وليام روتو الذي قال بأن قال كلاما خطيرا قال بأن مقترح حكم الداتي المغرب هو الحل الوحيد لحل قديد للصحراء وقال أيضا بأنه على الجزائر أنها أن الأموال التي تصرف والجزائر على الشراء الولاءات قال بأنه يجبو الأولى بهذه الأموال هو الشعب الجزائري وهذه التصريحات حاولت الجزائر نسبها إلى السيفر المغربي في كينيا لكنها مالات أنه في كينيا وهذا يدل بأن هناك اختراق كبير للمغرب وأن المغرب في وضع مريح وهذا لغاية وصلنا أننا حينما نتحدث عن ما هو استراتيجي نتحدث الأهدف الاستراتيجي الموضوعية ونتحدث عن الأهدف الاستراتيجي الحسين نتطلع إلى أولا تصنيفة الكيان لأنه كيان إرهابي مجموعة من الوثائق التي تحدث عليها الأستاذ أريري في هذه الحلقة وفي مجموعة من المداخلته وكذلك فيك مقدمة للطرد هذا الكيان في صلنا لا يمكن أن تكون عندك الدولة لا يمكن أن تكون كيان وهمي لا يوجد على العرب وأنت تصدفه كعضو وبالتالي هذا هو الهدف الاستراتيجي الموضوعي الهدف الاستراتيجي الحاسم هو الذين مروا عليها دروريا وبالتالي تصنيفة كيان إرهابي عزل الجزائر استمرار ديبلوماسية المحاور الاعترافات الشراكة الاقتصادية ولكن الأهدف الاستراتيجي الموضوعية هي عزل الجزائر وضعوها تحت البنت السابع وصفها بأنها تهديد الأمن والسلم الدولي والطرد مرتزقة البوليساري وهذه الجبهة الإرهابية من منظمة يفترض أنها محترمة هي منظمة الاتحاد الأوروبي التي تحاول جزائر أن تقوم في جامعة الدول العربية بمثل ما تقوم به في منظمة الاتحاد الأفريقي وتعتبر نفسه يعني بالدرجة دينا هي مولاك العرس يعني ماذا تستقبل جامعة الدول العربية يدير لي بغاية وتتحدث وأكدناه هي اللي تدير جدول الأعمال يدوز عن طريق الأمن العامة لجمع الدول العربية ويتم تبنيه بالإجماع وليس بالأغلبية النسبي أو الأغلبية المطلقة بالإجماع وتبنيه والمغرب بتبنيه له حلفاء جد جد أقوية ولا يمكن تبنيه مثل هذه الخطة على 22 دولة عربية وبالتالي هنا نقول بأن النظام الجزائري للأسف الشديد للأسف أنه يتحدث بمنطقة المال ومنطقة العصابات يعني المافيات هي التي تتحدث بمنطقة القوة والمال نعطيك المال وتتحدث بالقوة يعني قالت بأننا سنعمل على إدراج النقطة هذه الصحراء المغربية في جد الأعمال سنعمل على التنديد هذه نقطة خطيرة عادي تجاوز مصطر خطيرة تقول بأن استخراج قرار من جميع الدول العربية يدينه تواجد مثلا إسرائيل كمراقب في منظمة الاتحاد الإفراقي وهذا غير معقول لأنه لا يمكن لأعضاء منظمة أن تتدخل في عمل عضاء الدول في منظمة أخرى وبالتالي الجزائر تدخل في خط عشواء ولكي نحسن الأمور الجزائر على علم مهما يكون على علم بأنها يستحيل أنها تحط رجلها في الصحراء ويستحيل أنها تدعي للصحراء المغربية ويستحيل على أنه عنصر واحد من في صالي يدخل مسلحة للصحراء المغربية إلا أنه يدخل لا تحت الأرض وليس بفقها لكن هي توجه هي الهدف دي للسياسي هذا دي للأستراتيجي لنضم الحكومة الجزائر هو الاستبرار في حالة وضع اليد على الشعب الجزائري ومحاولة خلق عدو وهمي لتفعيل بعض بنود دي للدستور الجزائري التي دم تفصول على المقاس وهنا إلى اجتماعية المادة واحد أسمح لي لأخذت من أخذ الأستاذ أريري المادة مياه هنا تفهم تفهم شنو كي يقولك إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشيكو أو يوشيكو أنا وقع ما وقعش أو يوشيكو أنا يقع حسب ما نصت عليها الترتيبات الملائمة لم يتقهما لا يؤمن لما تقبل المتحدة الأولو يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلسة الوزراء واستماع المجلسة الأمن الاستشارة رئيس مجلسة الأم ورئيس كذا المادة مياه واحدة تقول يوقفوا العمل بالدستور بدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات هذا اللي بغيت توصله هي للجزائر وحتى بحالة وفاة رئيس الجمهورية لأنها 75 سنة رجل الدنيا ورجل في الأخرى يقول في حالة استيقالة رئيس الجمهورية أو وفاتي أو عجلية البدانية المتبت قانونا يتولى رئيس المجلسة الأمة بعثي بايره رئيس الدولة كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسية التي تستغل الرئيس الجمهورية يعني تجمع جميع السلطات وبالتالي الحرب يعني وقعوا الحرب أو تشكوا أن تقع وبالتالي ويلوحنا بالحرب لتركيز مجموعة من السلطات ومحاولة تركيع الشعب الجزائري وهذه الرسالة اللي يفترض أن إحنا ولا كإعلامين خصوة توصل للشعب الجزائري بأن المتضرر الأول من الأخير ما هذه المحاولة يستفزاج وزر المنطقة للحرب راه المتضرر منها هو الشعب الجزائري لأن هذا الندى الصحراء المغربية دونها الرقاب ودونها جثتكم 30 مليون مغربي يبقوا شو تهموا يبقوا يحلموا يبقوا يخربوا يحلموا بالنهار ويجيط بقبلي وبالتالي هم يعرفون هذه المنطقة ويعرفون هذه المنطقة والهدف دير المداخلي أكثر ما هو خارجي شكرا نفسي ذاري للوطق يمر بالسرعة يا سؤال الأخير استوقفتكم منذ القليل عند الميناء الأطلسي للداخل وأن المغرب في المدة الأخيرة نوع شركائها فلم يظل حصريا على حالي في التقليدي شركة التقليدي عفوا الالتحاد الأوروبي تجاجون في أمريقيا شرقا نحو الروسيا والصين وإذن دول الخليج العربي أيضا غربا نحو الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن أن تشكل هذه المنطقة مستقبلا استثماريا خاصة هذه الجهة الثالثة والجواب يأخذ منحين المنحة الأول هو كما تفضلت وتفضلت سعد الرحمن وهو تعزيز البعد الإفريقي البعد الإفريقي على مستوى مثلا المكاسب التي يعني ربحها المغرب في علاقاته مع الدول الإفريقية في العشرين سنة في العشرين سنة الأخيرة والحادي الدلمالي بين الوجاها لذلك القرار الاستراتيجي دل الميناء الداخلة لضمان تضفق دل السلاع ما بيننا وما بين إفريقيا هذا من جهة من جهة من جهة تانية البعد التاني وهو البعد دل كما قلت قبيلا الأطلسي على أساس أن يعني بؤرة التوتور أو بؤرة يعني العالم مركز تقل مبقاش هو يعني أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية بقدر ما أصبح الآن هو كما قلت قبيلا لكس دل أمريكان بريطانيا أستراليا الثاني هنا ضروري يعني المغرب يكون عنده بوطئ قدم الأطلسي ولا يعقل أن المغرب الذي حباه الله بهذا الموقع أن يبقى يتفرج مريح في بالكم كي يشوف البطء والديزين ولا يتكون له قيمة مضافة في هذه الحركة التجارية العالمية ثم لا تنسى بأن المغرب دار لابلاس فينونسير في الدرب ثم لا تنسى أيضا بأن الذي راعق وأشراف وواكب المغرب فالابلاس فينونسير هي بريطانيا التي تحتضنه أكبر مركز مالي في العالم وهنا باش نفتح قوس يعني على هدلاسيتي رأى المساحة التي تتعدى جوج الكلومتر المربع يعني مساحة هذه الدرب صغير في الرباط ودرب صغير في المكناس ولكن العمدة دي هدلاسيتي الذي ينتخب من طرف رجال الأعمال والمصاريف والتأمينات وإعادة التأمينات إلى آخرين يحضى بوحد رتبة بروتوكولية الرابعة على المستوى البريطاني كين الملكة كين الوزير الأول يعني في الحسبان لكي يمكنه يفهم القرار استراتيجي ثم لا تنسى أيضا بأن المغرب لما يعني توجه الرادار دي كله للاستثمار في الأقال الجنوبية هذه الاستثمارات يعني تفتح الشهيئة دي الاستيطان الناس يجيوا يستوط نظمة هذا بغي يدير شركة هذا بغي يدير وطيل هذا بغي يدير منتجاء هذا بغي يدير كذي إلى آخر إذن وحتى أيضا رؤوس الأموال يتمي استيطان وطبيعة حال طبيعة حال طبيعة حال أن هذه رؤوس الأموال سبقنا ونعود نقولها رأي هذه رؤوس الأموال كان واحد المؤشير الذي يزكيها وهو افتتاح القنصوليات يعني هالتناس القنصول يشغلون الشغل ماذا هو رعاية مصالح رعاية بلدها من جهة ثم تدبير الاستثمارات دي الدولة في البلد الذي توجد فيه وبما أن الأقاليم الجنوبية يعني مدعوة مستقبلا إلى معرفة تدفق هائل على مستوى الرواج لكن يعني استرقات الأمور لأن تكون حاضرة والدليل ونحن اليوم يعني نحتفل بمرور سانة على تطهير مع بر القرقالات القرقالات بش يعني المسمار الأخير الذي تم دقه يعني في النعش دي الجزائر هو أنه هذه خمس أيام أو ستيام المغرب تمكنها من ربط القرقالات بالشبكة الوطنية الكهربائية وهذا الربط رهما شيء مجاني أيضا الطريقة أصبحت مفتوحة أمام الجميع لا طريقة أصبحت مفتوحة من زمان الطريقة فتحت يعني بفضل دوري لعبو الجيش المغربي كما قلت في الأول بأن بناء الجدار الأمني ساهم تسريع وثيرة إعمار منطقة الصحراء لا تنسى إلى رجعتي يعني للسبعينات والثمانينات للمنحنة دي الإعمار مدن الصحراء كان غدي بواحد الوطيرة مهمة ولكن ليست بحجم الذي يمثلوا المغرب لكن ما أن استتبق يعني الوضع للمغرب من ناحية العسكرية وتم يعني تأمين المغرب مع الجار دي الجزائر بفضل الجدار الأمني عرفات واحد الوطبة الاستثمارات والإعمار دي المنطقة الصحراء بواحد شكل رهيب جدا يعني من 1991 حتى 2021 دي بالآن يعني الإنسان لو تلفت اللور هو بنفسه غدي يقرب هذه المدن الجنوبية اللي كانت قبل 1991 يستحيل الإنسان أن يستوعب هالتحول اللي عرفاته للمنطقة دي الجنوب إذن هذا نجاوب على أن الميناء دي الدخلة رأي يأتي في هاد السيرورة دي دي ثم تاريثا لا تنسى بأن هذا الميناء الدخل الأطلسي يأتي أيضا في الخطة المينائية دي المغرب لشيما ديركتور بورتيار دي المغرب حتى المغرب عزز السواحيد في السمال وفي مجموعة من الموانئ الكوبرا وعلى رأسي ميناء طانجي الأطلسي هذا المتوسطي هو أطلسي أكثر منه متوسطي فهذا الميناء طانجي الأطلسي أو جف أشوفال ما بين المتوسطي أو الأطلسي إذن هذا الميناء طانجي يستقطب لك يعني الممر البحر أبدا المتوسطي باعتباره أيضا حوض يعرف رواج وكثافة في الملاحة التجارية الدولية يبقى لك واحد الخصاص كان عندك في المنطقة الساحل لفاصل أطلانتيك أنت جيت الآن زكيزيها بواحد الميناء الداخل اللي إن شاء الله ستكون المنافع دياله يعني جد مهمة ليس فقط الأقليم الجنوبية بل على المغرب المغرب ككل شكرا الأستاذ السنيبي لو فتح النافذة على المستقبل الكسوة الأخير ديمستورا يستدم عودة تدبير سياسي لهذا الملف هل سينجح في هذا الأمر أو ستعود الأطراف إلى طاولة أو موائد التفاوض أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول وحقا أتمنى أن التالية تكون تبيتة لم يسبق لم يستورا النجاح في يعني إحدى المهام التي تم تكلف بها لكن أنا أعتقد بأن المشكل هو مشكل بنية أكثر من أنه مشكل وظيفية وأنه مشكل داخلي أكثر من أنه مشكل دي المؤسسة الدولية لأننا أمام نظام وأمام كياني لا أقوله نظام وأنا أقوله هو تنظيم أنه يشبه يعني تنظيم العصابات برئيس العصابة حتى حتى القيادة الجزائرية القيادة العسكرية فتجد لهم كون مثل هذا فلان المرقبي الحبيب المرقبي عبد قادر المرقبي عبد قادر المرقبي عبد قادر المرقبي وبالتالي مثل ألقاب الأمراء دي التنظيمات الإرهابية وبالتالي الجزائر يجع أمام حلين إما أنها تتجاوز المنطقة المكة الطوار التي كانت ترفع وطلة تعقود من الزمن ويجب أن تعود إلى صوابها لأنها حاليا لا تعترف للرجوع للحن تقول لكم لا يجب الرجوع إلى سنة 191 حينما يتحدث عن المنظمة الإ EST وبالتالي هي نضا تنظيم جسير ضد الرياح وبالتالي أعتقد بأن المهام دي المبعوث الأممي غالبا ما تكون الأطراف الداخلية التي تساعدوا في إيجاد مجموعة من الحلول. وبالتالي ليس هناك عصة سحرية خاصة وأن ليس هناك تدخل حازم وجازم وصاري من طرف منضمد للأمم المتحدة. كما هو الحال مثلا في يغزل بياس سابقة أو كما هو الحال مثلا في رواندا أو في مجموعة من الدول الأوعدة. هناك يعني مجموعة من المقترحات ومجموعة من الحلول المجلس الأمن الدولي قال كلمته وعبره وقال بأن مقترح الحكم الداتي الذي ترحه المغرب هو دوم جدي ودوم استقية في إيجاد حل السياسي متفق عليه. لكن الجزائر لا زالت تراوح مكانيها. وأنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع يد هذا التنظيم هذا العصاب على الشعب الززيري. أولاً. أما نحن دولة ملكية يعني نحن في سيدون لطن. نحن ملفين دولة. عندها 12 قرن نحن نستعدين تعيشوا أكدام. 120 سنة 300 سنة. ألف سنة أخرى. خابرنا الحروب. خابرنا الحروب وهذا ودولة. يعني أن لي عنده المشكلة في الوقت هو الندم الجزائري. وبالتالي إما تغيير منظومة المنظومة السياسية والندم السياسي بإكماله إما تغيير العقليات وأعتقد أن هدومية المدخلة الأساسية لأحدى التغيير في المنطقة. وأنا تمنى أن تحسن المسائل وأعتقد بأن ما يقوم به المغرب المجهود في استثمارات في منطقة السحراء المغربية أو في أقاليم الجنوبية والمملكة المغربية. وكما يقول المثل الفرنسي يقول العقل الاقتصاد والتجاري لا يرضى بالحرب. وبالتالي مجموعة من الاستثمارات التي تكون في الأقاليم الجنوبية والمملكة المغربية سوف تشكل آداء ضقت مهمة حتى في توجه الخيارات السياسية المجموعة من القوى الكبرى. وهذا ما يرهن عليها المغرب في الضرفية المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا. الأستاذ عبد الرحيم أريدك كلمة أخيرة في حدود دقيقة؟ لا هي الكلمة الأخيرة بالنسبة لي هي أنني كنت منها يعني أن المجهودات الذي المغرب والذي الشركاء المغرب هي أن يعني تصل إلى أن ترفع الجزائر اليد ديالة التي ندوف لسبب بسيط. وأن أولا رجعتها إلى الذكرة يعني التاريخ القريب الذكرة ديالنا. هذه التبادل الزيارات التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة يعني ما بين المغاربة في الصحراء وما بين المغاربة المحتجازين في جراءات تعجز الثقة. إنها هذه الزيارات المتبادلة اللى مغاربة اللى كینها Associoda وكي نيجي واشوف الختوم هنا تن ضوف كيرجعو. والمغاربة اللى في تن ضوف وكي جSQL وشوف الختوم هنا في الصحراء المغاربية ليس نترجعوش. وهذا هو السبب اللى خلiliśmy الجزائر أنها توقف يعني هذه الزيارات المتبادلة. فلو استطعنا نضغطها على المنتظم الدوري. Agd الزيارة من الآليات لواستطعنا أن نضغطنا على المنتظم الدوري لإحياء هذه الزيارات المتبادلة كن على يقين سيتم تفريغ تين دوف من متى بقى فيها من مغاربة محتجزين هناك والدليل والدليل أنه رغم الحصار رغم الحدود رغم القبض الحديدي دى المخابرات العسكرية الجزائرية استطاع المغرب بناء على ذلك الشعار يرفعوا الحسنة للرحمة والوطنة غفور رحيم 12 ألف مغربين يجوا من تين دوف هتشاركوا نقولك بالحصار وبالقبض الحديدية أما لو رفعت الجزائر يدها كن على يقين بأن كل مغاربة اللي في تين دوف غير جيونها غير يبقى ودوك الصحر والذين ينتمونها إلى دول أخرى إما دي الجزائر ولا إما دي النجار والذين المالي المرتصيق كيف قالوا الأستاذ سنيبي إلى آخره الأستاذ عبد الرحيم أريري مدير جريدة الوطن الآن وموقع الفاسبليس شكرا جزيلا لكم على المساهم قلال هذا اللقاء دكتور عبد الحق سنيبي ككلمة أخيرة في الحقيقة أفاض الأستاذ أريري أفضتموا الاثنين في معلج لا أعتقد بأن كنشكرا في هذا اللقاء الطيب وهذا يعني الدور ديلكم الأساسي اللي كنشكراكم عليه وليكن حييكم في سبيل المراكمة حول القضية الوطنية وحول القضية للصحراء المغربية وخلق وعي مد جماعي الذي يكون بمثابت جدار استراتيجي أمام جميع المحاولات التي ترمون المساهم لوحدة الطرابة بمملكة المغربية وأنا أختم بما خاتبي بأستاذ أريري هو أن الجزائر ترفع يدها على المحتجين في مخيمة الدول والعار فأنا أعتقد وأنا أقولها بالدرجة المغربية الخريط في الدول يعني رأيته واحد ما غير بقيت بملكة المخيمة الدكتور عبد الحق صديبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية جزيلا لكم على مسامتكم خلال هذا البرنامج شكرا لكم مشاهدي العزاء القضية الصحراء تعرفوا تطورات متلاحقة ومتزامنة خاصة في شهرين الأخيرين من السنة الحالية نأمل أن تعود الأمور إلى مجاريها وتعود العمل السياسي للانبعاث من جديد من أجل إيجاد تسوية نهائية وعادلة وتوافقية لهذا الملف الذي عمر طويلا مشاهدي العزاء وصلنا وإياكم إلى ما تم هذه الحلقة في نهايتها ليس عنا إلا نشكر بحرارة إدارة القناة الثامنة وكافة العاملين بها على مسابة الكبيرة في إنجاز هذا البرنامج تقبلوا تحيات فريق العمل التقني والصحفي من قناتي الثامنة والعيون وإلى الملتقى بكم في فرصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته